اشتركوا في القناة يعني اضاقة وسائل الدفاع الخاصة بكم ووسائل يعني لاستقبال المال الخاص من المبيعات الخاصة بكم اذا العديد من الاخوان يعني طرح نفس السؤال هو انه يعني ربنا يعني بعض الاشخاص واجهتهم صعوبة في ربط حساب البيبال الخاص بهم يعني في هذه الحلقة يعني قد سبق وشرحت لكم يعني في الحلقة السابقة كيفية انشاء المنجر يعني شرحت لكم كيفية اختيار اسم للمنجر وكيف تمشي المنجر وكيف تقوم يعني بوضع القروضاكت يعني مثل هذا القروضاكت الذي قمت بوضعه يعني وضعنا منتور وأريدكم يعني وضع منتور لكن هناك بعض الاخوان يعني واجهتهم بعض الصعوبات في اضافة وسائل الدفع الخاصة بهم او وسائل استقبال المال وكذلك يعني ضبط يعني التصميم الخاص بواجهة المنجر الخاص بهم وكذلك سنشرح بعض الامور مهمة اخرى اذا سنقوم بالدخول الى الحساب الخاص بنا ستجهدون يعني الصفحة على هذا الشكل يعني انا يعني دخلت مباشرة الى المتجر الخاص بهم كما تفشعين هاته واجهة المتجر ستورينفي يعني هاته الواجهة التي نقوم يعني بالبحث عن المتجرات وشرائها من ستورينفي اذا فهاته واجهة الحساب العادي عندما تريد يعني ان ترى المتجر الخاص بك ستضغط اونا في المكان الواجهة المتجر الخاص بك سمع ذلك اذا كما تفشعين هاته لدي الكوفر او اللوكو الخاص بالمتجر الخاص بي لدي اسم المتجر الخاص بي المكان الخاص بالشيبين المكان الخاص CONيع notice بشكل الاطماتيكي اذا وهي لدي ما الذي يعني نبدأ يعني عن اسطور الخاص peut يعني ماهو عنا والعمل ومااك تضع في اسطور الخاصبك يعني والآمل ولكن كما تشألون لديها منتوجة المنتوجة يعني فما بتحنيل بها يمكن اي شخص ان يقوم بالشراء يعني هاته المنتجات اذا بإذن 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 اللي بتخول الى يعني واجهة التحكم في الستور الخاصة بكم أو التاشبورد الخاص في الستور الخاص بكم ما لديكم الا بتغطي على آآ بانيل إذن كما تشاهد بالنسبة للاشخاص الذين قاموا بفتح السطور يعني سيجدون هنا رسالة من اللون الأحمر يعني عوض ان يجدوا يعني هذه اللون الأخضر كذا سيجدوا يعني رسالة باللون الأحمر آآ تخبرهم بأن ايه يعني قد تم إغلاق المنتجر الخاص بهم لماذا لانه يجب عليهم ان يقوموا يعني باكم المعلومات الخاصة بالمنتجر الخاصة تقوم بإدخال الخاصة بك ووسائل الخاصة بك وكذلك الشيبين ولم تضع يعني إذا كان هناك أي شيء يعني ترغبك في وضعي على السطور مثلا كنت تعمل يعني من غير شركة تقوم مثلا بأخذ مثلا سلعة من امازون او اي باي او والمارت او علي اكسبرس وتقوم بيبيع في سطوريوي وهنا ستصدع يعني الشيء خاصة بالشاحن وكذلك الامور له تتعلق يعني بخصوصية خاصة بالمرضة الخاص بك وهناك ستصدع يعني هذا البرودكت ويتمتع يعني في وضع البرودكت خاص بك اما بالنسبة للقبول يعني شركة فقط تدخل المعلومات الخاصة بك ووسائل الشيء خاص بك يعني يعني متاح على الانترنت اللي يشتريبين بأي شخص بالنسبة لي هنا سنضع لكم المعلومات الخاصة بكم كما تشاهدون هنا لدينا Start Advertising Java يعني اللي وضع الإيلام بالنسبة لي هنا لدينا Market Place لدينا Card Abandonment يعني الموجه الخاص بنا وكذلك يعني هنا لدينا Social Media Plus يعني بعض الأشياء يعني لما تقوم بفرع يعني ما دنيا أننا يعني في العضوية المجانية هنا يدار لكم يعني الزيارات وكذلك بعض الأشياء الأخرى يعني المشاهدات والزيارات من نسبة للأوطر في هذا المكان هنا ستجدون يعني طلبات التي تعملت لديكم حاليا في الستور في حال كانت هناك أي مبيع ومع الإيميات ستجدون يعني قوائم الإيميات الخاصة بالأشخاص الذين يعني قابوا بطلب المنتجات الخاصة من الستور الخاص بكم بالنسبة للـ Product هنا ستجدون هذه المنتجات الخاصة بكم أنتم كما تفعلون هنا لأنا من جوجين كما تفعلون هنا 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 المنتجات الخاصة يعني فهو يعني المهم هذا في الخطوة المدفوء يعني في خطة المدفوع سأريكم يعني أطلعكم على الخطة هنا لدينا ماركت بلايس يعني المنتجات الخاص بنا هنا ستجدون يعني الأرباح الأسبوعية الأرباح الشهرية الأرباح يعني في الأشور السابقة يعني في كل الأوقات يعني ستجدون قبل لكم هنا يعني الزوار يعني تطلعون يعني على بعض التفاصيل المنتجات الخاصة بكم هنا لدينا بستور فوت يعني هنا هذا المكان هو الذي سنشرحه يعني آآ ليس منعفوني إذن كما تشاهدون هنا يعني ستجدون يعني الاسم الضوار الفائل الذي اختارتون يعني مع ستور فيديو هكذا وهنا ستجدون الزيارة هنا بالنسبة في هذا المكان الذي يعني نشرح لكم السيتينك ستوجهون يعني إلى السيتينك ثم تبدأون يعني بالتوصفة هنا ستدعون يعني نوغو خاص بكم وبعد ذلك ستقوم يعني بالاختيار اسم السطور الخاص بكم الأوفيسير بيزنس نيم يعني اسم التجاري الخاص بكم هنا ستضعون يعني الهاتف الخاص بكم ما الذي لدينا هنا بيزنس تايب يعني هنا تختاروا يعني مثلا على سبيل المثال نقول مثلا أنا سبونسور يعني فارتنرشب ويمكنكم الخيار الذي يناسبكم يعني على حسن العمل الخاص بكم هنا ستصدعون يعني ابروشمي يعني تضعون نوغو خاص بكم وهنا هو العمل الذي يقدم والذي تقدمون انتم هنا ستصدع يعني المثال لنقوم مثلا لنقع الخاص بك تقوم مثلا بوضع الفيسبوك والسوشال ميديا الخاصة بك ثم تلغط على سيف هنا بالنسبة لي هنا يعني اه طبط الوجهة الحصة بالستور الذي نعنا هنا ستار يعني سيشنك سنشاهد ما الذي نعنا هنا اكتفت اه 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 اذا كنت يعني في ايام عطلة يمكنك ان تقوم يعني با اه التفعيل انك يعني في غضع عطلة هنا POST STORE إذا كنت تساغب في إيقاف STORE الخاص بك يعني تقوم بإيقافه يعني مجتمعية لتغرفية هنا إذا كنت تساغب يعني في أن تقوم بإغلاق STORE بشكل نهائي يعني إذا كنت في يوم في عطلة يعني لا تعمل تقوم يعني بوضع أنك يعني في يوم عطلة هنا لإيقاف STORE بشكل مؤقت وهنا لإغلاق STORE بشكل نهائي لإغلاق الخطوة التي تشترك هنا PAYMENT ON FOO يعني معلومات الدفع بالنسبة لي معلومات الدفع فعده الأمر الميوم والذي يعني مجدد من الأشخاص مشكل إذا كنت فيه هنا PASSIVE PAYMENT IN YOUR STORE WITH STRIPE يعني يمكنك التساغب عن طريق STRIPE أو PAYPAL يعني يمكنك التساغب عن طريق STRIPE أو PAYPAL إذا كنت بقى حساب STRIPE أو PAYPAL يمكنك أن تقوم يعني بربط حساب STRIPE في هذا المكان يعني ستجدون يعني خيارين الخيار الأول هنا والخيار الثاني هنا في الخيار الأول ستقوم يعني أن تبعتي الخطوة وقد تم ربط ال PAYPAL الخاص بشكل يعني ناجح دون أي مشاكل لا أدري يعني إذا كان يشطر الأمر أن يكون يعني الحساب PAYPAL الخاص بك يعني مفاعل أو غير مفاعل ثم يعني يجب أن يكون مشحول أو غير مشحول لكن فعني أنا حسابي عندما قمت بربطه كان يعني مشحول وكذلك حساب PAYPAL فهو مفاعل يعني قمت بإتفاع الخطوة الأولى والخطوة الثانية فقط يطلب منك أن تقوم يعني بإدخال الباسورد الخاص بال PAYPAL بك وانتخل إلى PAYPAL وكذلك في الخطوة الثانية يعطى الصلاحية لSTRIPE حتى يدخل إلى حساب PAYPAL الخاص بك ليقوم يعني بسعب مالي لتسديد يعني تم المواد الخام عند الحصول على مبيعات في STRIPE كمان يعني فنحن مثل عندما تأتينا مبيعات من PAYPAL يجب علينا أن نقوم بتفعل مواد الخام أولا لPAYPAL لتبدأ يعني في يعني في العمل على الطلب وتقوم بشحنة إلى العميل مباشرة أما بالنسبة للشحن وطباعة وكل تلك الأشياء فPAYPAL يعني تتكلف بكل تلك الأمور يعني أنت فقط تضع يعني الديزاين على PAYPAL وPAYPAL تتكلف بشيبين وكل شيء كل ما يجب عليك هو عند التوفر يعني على مبلغ يعني أقل المبلغ يعني يجب أن يكون خمسين دولار في حسابك PAYPAL يعني هذا في حالة أتت كما بيعات على مرجر STRIPE يعني يكون هذه المال لتقوم يعني بتسديد الطلبات وفي الثالثة يعني تستعيد الأموال الخاصة بك ويعني رأس المال الخاصة بك والأرباح إذا انتقال بغربة حساب PAYPAL الخاص بك دون أي مشاكل فالخطوة سهلة جدا وإذا كنت تستعمل يعني STRIPE بالنسبة للشيبين رد كما تشاهدون هنا FIRST ITEMS يعني هنا أربعة حسابة خمسون دولار أدازيون 1 ITEMS يعني معلومات يعني خاصة يعني بالشحن يعني الشحن المرة الأولى والمرة التالية إذا يعني الآن في الأمر الثالثة طالعون يعني يعني مع عدد شبين كلاس يعني يمكن أن تقوم باختيار يعني شبين يعني شبين كلاس يعني شبين كلاس يعني يمكن أن تقوم باختيار خيار من هذه الأشياء المهم ما علينا هذه الأمور التي تعملون بشكل كبير فنحن نعمل في الشركة البنهول تكلف بكل أمور بالنسبة للبلون هنا وهذا هو الأمر الذي أريد أن أخبلكم كما تشاهدون هنا فنحن يعني نعمل على الخطة المجانية يعني الأشخاص الذين لا يتوفرون على رأس مال كافي لخوط هذه الخطة التي هي بأربعة خمسة عشر أو أربعة عشر فاصلة تسعة وتسين دولار في الشعر يمكن أن تبيعتي الخطوة الفري وتعطيك الماركت بلايس وتعطيك يعني حتى ألف منتج يمكن أن تقوم بوضع ألف منتج لديك الكارد أبوندومون والسوسيال ميديا بلايس والسوبر ديسكونت والكاسم دومين والأطماطي التسين يعني أعطي الأمور غير متاحة ستجدون هناك الأمور متاحة في الخطة المتاحة في الخطة المتاحة يعني كل شهر تقوم بداية أربعة فاصلة تسعة وتسعون دولار ولديك يعني يمكن أن تقوم بوضع يعني حتى الألفين منتج لديك الكارد أبوندومون والسوسيال ميديا بلايس والسوبر ديسكونت والكاسم دومين بالنسبة لكاسم دومين يعني دومين أنت كنت بشرعي مثلا تشتري دومين من نيبتيب أو من كودادي وتقوم يعني بربطه مع ستورين بي وبالتالي يصبح لك المتجر واسم الطميل الخاص بك هو اسم يعني غير فرعي مع ستورين بي يعني ميطاب خاص بك وهذا أمر جيد جدا حتى تعمل على ستورين بي بشكل جيد أما بالنسبة لديك أطماط ديسكونت يعني غير متاح وما فياتي الخطوة البروهية بيجي سوى عشرين دولار أو ثلاثين دولار في الشهر فيتسوي على كل هذه الأمور يعني أنت وحسب يعني الطاقة الخاص بك إذا يعني ليست لديك أمور اعمل على الخطة المجانية حتى يعني يصبح لديك مدخله بعد ذلك قم لتهب إلى الخطة الثانية والخطة الثالثة أما إذا كنت يعني ترغب في ورج هذه الخطط بشكل مباشر يعني وكانت لديك خبرة يعني متوسطة أو يعني جيدة فقم يعني باستعمالات الأمور المهم كل شخص يسير يعني على المقدور الخاص به إذن كانت هذه الخطوة ما بالنسبة للستوري فكيفية تعديل على استوري ما سنشرح لك في هذه الحلقة إن شاء الله سنتقل بالضغط على هنا your store is completely open ما عليك الآن سترجع إلى هذه الخطوة وكما تشاهدون هنا يظهر لنا store الخاص بنا كما تشاهدون بالنسبة لي هنا store name يعني هذه الألوان store name يعني كيف ترغب يعني أن يكون لون اسم المرجر الخاص بك مثلا هنا اختارت في لون البورتوق عليه الباطن يعني زر الدفع كما تشاهد الاساء مثلا عنده سأخبركم يعني سأدخل واخبركم ما هو لدينا body background يعني background الخاص بالمرجر كذلك اختارت وانتبعوا من البورتوق عليه هنا لدينا title يعني عنوان المنتاج باللون الاسود لدينا الباطن text يعني الخط الذي يوجد في الباطن يعني في زر الدفع كذلك وكذلك كلها متواجدة يعني على هذه الواجهة كما تشاهدون سأقوم بتغطى سبيل الميتر هنا إذا كما تشاهدون عدد تقارت يعني هنا باللون الأخضر إذا كنت تترابعني في تغيير هذا اللون هنا يمكنك أن تقوم بتغييره إلى لون آخر وكذلك لون title هو كل هاتي الأمور هنا تستعمل من هذا المكان هنا كذلك لدينا هنا layout يمكنك أن تقوم ضبط layout الخاص بك كذلك هنا لدينا admin كما تشاهدون يمكنك أن تقوم بالتعرف على هذه الخطوة الوطف الأمور فهي سهل أو بس تجد يعني هنا عندما تقوم بالتغطى الأدمية للتوجه إلى ال dashboard الخاص بك على store name b بمراجعة يعني كل الأمور التي تعمل على store name b هنا في هذا المكان يمكنك بال store name يعني أن تريد أن يكون في اليمين أم في الوساطة أم في الياسار تختار كذلك نوع الفونش الذي تريد أن يكون يعني عنوى store الخاص بك مكتوبة يعني نوع الخط يعني أمور يعني سنسك تشوفها بسيطة جدا كل ما عليك هو أن تقوم يعني بربط store الخاص بك بشكل متناسق وجيد وإن شاء الله سيعني تكون أمور جيدة إذن كان هذا كل شيء إخواني لا تنسوا الاشتراك بالقناة وذلك بالتغطة على زر أموني أو اشتراك اشتراك حسب اللغة السامنة وكذلك التفعيل زر الجرس حتى توصلوني بجديد الفيديوهات التي نقدم ولا تنسوا مني العجب بعد الفيديو إذا وجدتم أن هذه الأمور مفيدة وجيدة إذن ما أتمنى لكم إخوانيني مسيرة جيدة وعين سعيد وكل سنة وعنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر